التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من غزة نائب رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة عصام حمد أهلا بكم سيد عصام بداية بعد انتهاء فعاليات اليوم كيف تقيم نتائجها وهل حققت الهدف منها أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين الكرام أولا بالفعل مسيرة العودة التي تستمر في هذه الجمعة للجمعة العاشرة على التوالي ما زالت تحقق الهدف الذي انطلقت من أجله وهي البقاء في هذه الميادين وحتى تحقيق الهدفين الرئيسيين الذين أطلقتهما من البداية وهما العودة إلى الأرض التي هجرنا منها في العام 1948 وكسر الحصار نرى على ساحة دبلوماسية الكثير من الحراك الدبلوماسي من أجل إيجاد حل فعلي للحصار القائم في قطاع غزة وعادة إحياءه من جديد هناك حراكات دولية قائمة ومستمرة وهذا يدعو إلى اليقين بأن هذه المسيرة قد بدأت تحقق مرادها صحيح أن الأمر يبدو بطيئا بعض الشيء ولكن استمرارنا في الميادين هو أمر لا بد منه وعليه فإننا سنحقق هذا الهدف قريبا إن شاء الله سيد أصام انعقدت جلسة للمجلس الأمن بخصوص تأمين حماية للمتظاهرين الفلسطينيين الولايات المتحدة طبعا خرجت بفيتو أوقف أي مشروع قرار وبريطانيا امتنعت عن التصويت أيضا لهذا الموضوع كيف ترى هذه الخطوة ولماذا الآن يلازم الجانب الأمريكي على الرغم من أنه تحدثت دائما أو دعا دائما إلى أنه راعي السلام بالنسبة لهذه القضية بالنسبة للجانب الأمريكي هو ما قبل وصول ترامب إلى سدة الرئاسة كان داعما للموقف الصهيوني أما فيما بعد وصوله إلى ترامب أصبح شريكا للجانب الصهيوني في دعمه وفي قراراته وبالوقوف إلى جانبيه بشكل كامل وهذا رأيناه بما يخص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار القدس هي عاصمة لدولة إسرائيل نحن لم يكن غريبا علينا هذا الموقف الأمريكية وكنا نتوقعه ولكن نتوقع أيضا أن يكون هناك حراك باتجاه الجمعية العمومية تحت البند المتحدون من أجل السلام هذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هو منافي بالتأكيد لكل الأعراف الدولية التي نحن شعب قائم تحت الاحتلال ونتعرض إلى إطلاق النار المباشر على المتظاهرين السلميين ومن حقنا أيضا أن نحصل على الحماية الدولية ولذلك أعتقد أنه في القريب العاجل ستكون هناك تحركات من أجل التوجه إلى الجمعية العامة هل يلقى باللوم على الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية بالتحديد لتصديقهم أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون راعية سلام بينها وبين الكيان الصهيوني؟ هذا خطأ ارتكبته السلطة الفلسطينية منذ أن اتخذت الجانب الأمريكي شريكا رئيسيا في عملية السلام ولم يكن شريكا نزيها أبدا حتى إذا نظرنا إلى سيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القضية الفلسطينية كانت معادية للقضية الفلسطينية منذ نشأتها في عام 1947 ولذلك هذا الخطأ وقعت فيه السلطة الفلسطينية ولكن للأسف الشديد السلطة الفلسطينية تمادت في هذا القطأ إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليها المطلوب الآن هو التصحيح هذا الخطأ والاستمرار برفض أي شراكة على الإطلاق مع الجانب الأمريكي والمحاولة أيضا بالتوجه إلى الجهات الدولية لفك هذه الشراكة وهذه الهيمنة الأمريكية الصهيونية على القضية الفلسطينية وأعتقد أنا مع الزمن ولكن الشرط الوحيد الذي أنا أعتقد أنه سيكون شرطا لتحقيق النجاحات على الجانب الدبلوماسي وبقائنا نحن هنا في قطاع غزة وما رأيناه أيضا من إخواننا في حيفا في الميادين وبإصرار شديد على الحصول على حقوقنا وثوابتنا المشروعة بالقانون الاتحاد الأوروبي إن عدنا إلى قضية الاستيطان الاتحاد الأوروبي حذر من نوايا الاحتلال بناء 3900 وحدة استيطانية في الضفة هل تكفي التحذيرات فقط من جانب الاتحاد الأوروبي المشكلة هنا حقيقة هي تكون هذا الموضوع تحذيرات الجانب الأوروبي هي رد على ما تقوم به دولة الاحتلال في بناء وحدات سكنية داخل الضفة الغربي كان لابد لنا أن ندرك منذ زمن طويل بأن من يبتغي السلام لا يستمر في قدم الأرض بمعنى أنه لـ 25 عاما لأوروبا قرن كان مفروض لدينا أن نفهم جيدا بأن دولة إسرائيل ليس في بالها على الإطلاق إعطاء الضفة الغربية لسلطة الفلسطينية هذا الموقف الأوروبي الباهت للأسف الشديد هو موقف يأتي للحفاظ على التوازن المصلحة ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين الولايات الاتحاد الأمريكية على حساب الشعب الفلسطيني المطلوب هو أيضا دبلوماسية فلسطينية عالية المستوى من أجل محاولة فصل هذه الشراكة الأوروبية الأمريكية باتجاه ما يخدم أهداف القضية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة صرح أنه ملتزم بتقديم توصيات إنشاء قوة حماية دولية للفلسطينيين بعد اليوم هل تعتقد أنه يمكن أن تنفذ هذه التوصيات خاصة بوجود فيتو أمريكي دائما قد يقف مع الكيان الصهيوني في سبيل عرقلة أي مشروع قرار يمكن أن يعطى في المستقبل الأمين العام هو يصدر مواقف باسم الأمان العامة وليس بمقدوره أن يسمع شيء على الأرض لأن إرادة الأمم المتحدة تصنعها إرادة أو مواقف غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن للأسف الشديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط 15 عضو يتحكمون في القرار وخمسة أساسيين أصحاب حق النقد الفيتو الخمسة الكبار هم من يتحكمون في هذا الأمر الأمين العام لا يستطيع أن يصدر سوى بيانات ولكن المطلوب من الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية هي الارتقاء لمستوى الحدث مستوى ما يحدث مع أهالي قطاع غزة وتحريك هذه الدبلوماسية باتجاه الحصول على دعم من المزيد من الدول من أجل إحراج الولايات المتحدة الأمريكية من أجل محاولة أيضا استمالة الدول التي تصوت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية بإسم الشراكة من أجل الحصول على ضغط دولي ومحاولة فصل هذه الشراكة والحصول على مكتسبات للقضية الفلسطينية أما الوضع الدبلوماسي الدولي هو للأسف الشديد وضع صعب السبب صعوبة هذا الوضع الدبلوماسي الدولي هو صعوبة الوضع القائم في الدول العربية للأسف الدول العربية موقفها باهت وموقفها سيئة وموقفها دعني في هذا أخذ لأحيي دولة الكويت على موقفها الرائع جدا في الأمم المتحدة كان موقفا مشكورا جدا من الشعب الفلسطيني وقد رأينا اليوم الأعلام الكويتية ترتفع فيما يدين العودة وكلمات الشكر قد وجهت لدولة الكويت لكن هذا الموقف في الكويت كان لابد أن يكون كما كان سابقا كان لابد أن يكون من كل الدول العربية موقف صلب واحد باتجاه القضية الفلسطينية وهو ما يستطيع أن يحقق حقيقة مزيدا من المكتسبات للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية السيد أصام حمد نائب رئيس اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة كنت معنا عبر سكايب من غزة شكرا جزيلا لك